اشتركوا في القناة اشتركوا في دباي هذا ليس موجود في العالم والميزه انه صالح للاستعمال يعني ما انه مجرد مجسم بس للعرض انما هو مكتب فعلي مطبوع بتقنية 3D نحنا منعرف انه عادة فينا نطبع او اشياء صغيرة بلاستيك يعني ارادة مبلشين فيها او اكسسوريز يمكن بس البرنتر اللي طبعت هيدا المبنى ارتفاعها 6 متر طولها 36 متر وعرضها 12 متر يعني ادي ضخمة تطبعت هيدا المبنى كأنه عم تطبع حيالة حلبة صغيرة مع اول هيدا التكنولوجيا اكيد لدباي والمكتب مجهز بكافة يعني الامن السلامة التكنولوجي كله موجود فيه وصالح للاستعمال شروط الاماني موجودة كلها مضبوط تم كمان اختباره اللي يتأكدوا من سلامته والهدف توفير كلفة العمالة لبناء مثلا هيك مبانة وتم توفير حوالي 70% من كلفة عمالة بناء هيك مكتب واخد بناءه 17 يوم وكمانا في سرعة بالتنفيذ مضبوط شو 17 يوم؟ توفير وقت وتوفير مصاري وهلأ الهدف تبع دباي انه بالـ 2030 25% من مبانية تكون مطبوعة كمانا معجونة يعني صار فيه يكون عنا برنتر بالبيت بس انا بدنا نذكر انه دبي سريع جدا بتطور والعمار سريع هلأ بعد قد بدت تسرع واتيرت العمار في دبي وطارجتس كتير يعني فينا اعتباره انه اصيلت المادة انه 2030 نعم فاكر في الحديد كله هيدا يعني النوع خبرية تانية خبرية تانية خبرية تانية خبرية تانية من اسبانيا ما بقى في داعي نسأل الشريك تابعنا بتحبني ما بتحبني كله هيدا صار في كاميرا هي ثرموغرافيك يعني على الحرارة تقدر تفحص لنا هيدا شيء وتأكد لنا اذا الشريك مضبوط بحبنا ولا لا بحطوا ايديهم دي ما يمسقعة والكاميرا بتكون عم بتعمل سكان لمطارح مثل الإيدان لخدود لجبين وهنا بيكونوا عم بيتفرجوا على صور اوكي هلا اذا عم جد بحبوا هيدا الشخص بالصورة مفروض تعالى درجة حرارة الإيدان درجتان اذا ما عاليت ما بيكون مش ما بيحبها هلا المهم النتيجة من الانتبار انه نحط ايدينا بايدا بما يضيط بس الأخطر انه اللي حتصير على التليفونات يعني نقدر نحمل التليفون ضغرة نكشف الشخص اذا عم بيقول الحقيقة ما بقى في مجال للكذب أبدا هلا من هواي خبرية انه في خمسين حمار حرام عم بينادوا اذا فيه اشخاص بهمهم يتبنوهم هولي من اصل خمسمية في أربعمية وخمسين هلا تم تبنيهم بس بسبب الجفاف والقات يعني نوع من التصحر أو شي ما بقى عم بيقدروا يعيشوا بها المنطقة يعني عم بيشربوا من السويمينج بولز وهاك فكتير عطلوا همهم وهلأ عرضينهم للتبني هلأ فيه شروط منها المساحة انه بدي يكون عندك مساحة حوالي 8 ملاعب تنس تقدر تتبني هيدا الحمار بديك تأمني له طبابة بيطرية يهتم فيه ماء أكل كتير غني بالألياف وكهرباء يعني إذا بدونينا نساعدهم يعني إذا بدونينا نساعدهم على إلي ما يحطوا شروط تعزيزية أنا لقيت الكهرباء أنا بلبنان ما فينا نبني ما في أنا ولا شرط أفضل ولا شرط أفضل بس الفكرة أنه عم بيلاقوا قبول يعني 8 مئة من هال بفكروا فيه صاروا وردي متبنيهم بعثي خمسين بعثي خمسين بعثي خمسين وكمان شرط أنه يكونوا انكوبلز لأن الطلع الحمار حيوان اجتماعي إذا ضل حاله كتير بيكون زعلان بيعمل ديبراشن بيعمل ديبراشن فلال بيهموا الأخ لال يعدوا كل هالشروط اللي بليز ساعدوا ساعدوا خبرية من جوجل هي هيدا الاكتشاف خاص للسيارات اللي بدون نسائق مثل نوع من المواد اللاسقة بتنحط على يعني أمام السيارة تبس تصطدم بمشات يلزق هيدا الشخص وما يطير هلأ هي فوائدة أنه ما يطير مثلا لا بيتكسره بس يطير أو ما تسمو سيارة سير سبايدرمان بيلزق بالسيارة وبيضل ماشي معه لحديث ما توقف هلأ كمان قالها نيغاتف أنه برك السيارة هي بحد ذاتها رجعت خبطت بشي ومع ستو يعني هي العكس دقيقة عندها جانبين مية بالمية بس عم بيجربوا قدمة فيهم أنه تكون هيك سيارات سليمة لأنه الهدف منها أنه الحفاظ على حياته الإنسان مش العكس مزبوط هلأ خبرية من لندن ما بق عنا حجة ما نروح على الجيم صالة جيم بيجي لعنه الهدف إنه يحاولوا بسات الركاب يلي بتنقل الناس على شغلون يحاولوا على الجيم متنقل بيمرق هيدا الباس بيمرق هيدا الباس الصباحة على ستيشن معينة بيطلعوا بيعملوا الأكسرسايز تبعهم كل الطريق بيرجع بنزلهم بستيشن حد شغلهم بياخدوا شاور وبيطلعوا يعني هيدا الفكرة مش معقولة شو مهمة لأنه دايماً نحن عنا مشكلة إنه ما معنا وقت ما عنا وقت هون ما بعفي عنا حزي ما معنا ولا حجة بيحبه كتير فكرة لا عب أنا أنا مش قصة شي عم يجعني قلبي بحس العالم وين ونحن وين عم بحس الفارق كتير كتير نحن بالنا بقش العالم نحن بس ما نخلص من العجقة بس سهل بس داي بتفيدهم بتحرق كتير بالعجقة ما هي يا عسن متل بلع نحن بوجودة باللبنان كتير بتحرق كتير بيمشي الحال بعلاننا أخبار مالية آخر خبرية عن شخص هلأ هو سنجري كتير بيلاقي أخواتهم ضايعة أكيد كتير مضايعة ما بعرف آه أكيد بحنا وزبار كنا نتكين صح فهيدا الشخص آخر شي صار هيرو وصار ملاقي كذا خاتم ويرجع يرجعون لصحابهم هلأ آخر خاتم لقى لسيدة ضيعتهم من الوحدة وتسعين كانت فقد الأمل تماما أنه ترجع تلاقيه والخبرية المؤسرة هي أنه هيدا الخاتم كان هدية من أمه اللي توفت بسرطان الثديق هيدا كان آخر شي عطيتها ايه قبل ما تموت وهي كانت كتير زعلانة أنه فقدته فبعد كلها السنين رجع لقيلة ايه وعطيها وكان اللقاء بكتير مؤسر هيدا حلو الوفا عن جد حلو الوفا وحاوله الواحد يكون كمان أمين على الغراد لو ما كان أمين يمكن ما كان رجع عايشها هالمومنتس الحلوية اللي هي عايشتهم وتترباع هالمساعدة كمان عم تكون على السوشال ميدا يعني عم بيعرض الخاتم وعم بيأكد أنه مين صاحبه تأيجا يسترمه ماريا وأنا تشكر كتير شكرا على الأخبار الحلوة منجم نلتقى فيك أسبوع جديد بإذن الله ومحبك هذا موسيقى